السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد ومعهد الغلاء اللي كنعيشو في الاسعار هاد ايام الله يلطف بنا يا ربي اليوم جبت لكم شهيوات اقتصادية علاقة جيب الديدة بزاف نتنوعا تحضروها لقوتين للعشاء وحتى الغداء لوليدات والأسر ديالكم كيك بدون بيد ولا حليب ولا زبدة اقتصادي معلكو شيش مصقي كيدوب في الفن بمعنى الكلمة المالحو الحلو بعاجين واحد بريوش بدون زبدة ولا حليب ولا بيد اخف من ريشة مع فطائر بشكل جديد حشواء اللي هي لديدة بزاف خطيرة وبدون لحوم اللي جربتها ما تقصص صغنوا عليها فكيف العادة شجعني بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف زاف ويلا كانت اول مشاهدة لكم القناة فالف مرحبا بكم دعو تزير شراك فعل الجرس باش توصوب جديد كل وصفات كم دو بسم الله اولا بالعاجين اللي غدي نحضرو به المالحو الحلو دخلوا ملعقة كبيرة من خميرات الحبز الفورية دخلوا ملعقة كبيرة من السكر الخاشن ثم دفع ضقيق بالنسبة للضقيق نستعمل الدقيق الخاص بالحلويات درت هنا يبقا كاس قريبا تعداد الدقيق وبالناس التي يريد دخل قطف الدقيق دي الفينو فممكن تعودوا فيد قطف الدقيق اللي نديره في الاول بالضقيق دي الفينو ندفي عليه كاس دي الماء الدافئ وبالنسبة ال المقادرة ستجدونها مكشوبة أسفل الفيديو ساعة الكأس اللي كان نعبر به هو قياس الكأس العنباء سنخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على واحد الخالات اللي هو منساجم ومن بعد سنضيف له كأس أول ديال الماء يعني ده العبار جوش كيسان ونصلي سنضيف في المجموع ديال الماء نضيف نصف كأس الأخير كيف تشو معي العبار كامل قلت لكم جوش كيسان ونصلي ضفت في الخالات كامل سنخلطهم زيان حتى نساجموا ونضيف نصف كأس ديال الزيت اي مكونا نضيفنا سنخلطه غير بالخلط اليداوي الناس اللي عندهم منع الجنة ممكن تستخدموها غير هذه العجين كيبكت لكم مكحتاج للدلك من بعد سنضيف علبة اليوغط طبيعي اللي بدون سكر هذا سيعود لنا الحليب غير يعود لنا البيض ويعطينا لها شاشة في العجين دياله كنخلط هذه العلبة اليوغط والزيت مع المكونات كلها وسوف يبقى لنا غير الملح ونجمعه الدقيق سنضيف الدقيق بالتدريج وطبعا في كل فيديو سنعطيكم الكمية الدقيق اللي دخلت انا في العجين ولكن كيف كنقول لكم على دقيق كيخ سالف من نوع النوع يعني كل دقيق ومتصاص دياله ضيفه بالتدريج ضفت هنا يا جوج ديال الكووس سنضيف عليه ملعقة ممسوحة من الملح والملح ما كان ديروش في الاول باش ما يقسلش نجهة ديال الخميرة ونبقاوك نخلطو حتى ندخلو هاد الكيمية اللي درنا ديال دقيق في الخالة ديالنا مني ندخلو هاد الكيمية هادي ونحصلو على خالة من ساجم والخالة ديالنا غادي بداك يتقال غا نحيدو الطراب اليدوي ونكملوه غير بشيمية العاقة هاكا اللي تكون سلبة يعني باش ما تتهرش لنا ما ديروش ديال بلاستيك مثلا سباتيول ولا شيمية العاقة خشبية انا اخدمت غير بها كابل معلقة اللي اتباهها في الاول كام قنضاف الدقيق بالتدريج حتى نجمع العجينة العجينة ما خاصة تكون قاسها خاصة تكون كتلسق شوية في اليد الى دخلنا في هاليدين ديالنا كيمية اللي اخدت ليها في المجموع اخدت ليها سبعة لكيسان ونص ديال دقيق يعني سبعمية وخمسين جرام كنت هنا واحد دهنة خفيفة بالزيت من الاعلى ومن الاسفل ديالها ندخل فيها واحد معالقة ديال الزيت ومن بعد كنغلف عليها ونخليها تختمر لي في شي مكان دافئ ممكن نديرها في شو علبة محكمة الاغلاق او لفطنجرة تضغط وديرها صفارة كتخمر ضغية من بعد قد ندوزل تحت دير الحشو ديال المالح بش هو يبرد قد ندير حبتين من البصل مع فلفل تقريبا جهد واحد جوش حبات ليكونوا كبار ديال الفلفل ديروا الوان او ديروا اي لون توفر لكم ضفت ليهم الزيت ضفت ليهم الملح والفلفل الاسود ونحركهم هكا حتي تقلوا لي واحد شوية من بعد قد نغطع لهم ونخليهم يرجع لهم الصهد ديالهم ويولي لي اللون ديال البصل شفاف بهذا الشكل هذا يعني والنار تكون عندكم مهيلة كان حركم بات الشكل هذا منك يكون البصلة وفلفلة طاحت خاصة ضروري طيب لينام زيان حتي هده هما الاساس ديال الحشوة وممكن طبعا تزيدوا في الكيمياء على حسب الرغبة ديالكم ايضا الناس اللي كي بغوا يدخلوا الخضر فممكن ندخلوهم في الحشوة سنضيفوا هنا يلإضافة توابل سنضيفوا واحد الملعقة من الكوركم كتشوفوا معايا صغيرة وملعقة من الفلفل الأحمر سنضيفوا حتى معلقة صغيرة ديالكمون انا رجبت ونسيت ما ضفتها سنضيف هنا يلتون بودر كيف كتشوفوا معايا غير رأس ديال الملعقة وسيدات اللي سولوني عن التوابل سبقلي وتكلمتلكم عليها في الفيديو السابق سنضيف هنا ملعقتين من البقدونس وسنضيف البطاطس اللي عندي مقطعة المكعبات اللي هي صغيرة ومسلوقة ممكن تقليوها ولكن ده برد زيت تبارك الله لها طلع كل شي طلع فما الأفضل يا إما تتلقوها يا إما تدخلوها الفران وتدهنوها شوية بالزيت حتى يعني لابغيتوها بحالة مقلية هنا اضفت علبة ديال الطون وخليت في واحد المعلقة ديال زيت وكننحرك الكل ما بعضياتو ممكن تضيفوا واحد المعلقة ديال سلسلة طماطم أو للحار إلا كنتنتم ما غادي تهكلوها يعني كتبغوا الحار فضيفوا واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة ضفت هنا الزيتو الأخضر وغادي نحرك الكل صفوا الحشوة ديالي راهم عليك هاديك البطاطا مني تسلقوها ما تسغسلوهاش من شدياله حيث هاداك النشاب بغينها بشيعلك لنا هاك الحشوب لما نضيفه لجوب اللواء من بعدك رجع العجين اللي كيكون ختامر على هات الشكل هذا كنفرغوا منه الهواء نسبة لهذا العجين هادا غادي ناخد القسم الأول اللي غادي نبدا به ديال الحلو والمالح غادي نخليه جانبا نخلي غرفة ديال الإناء اللي عجنت فيه هو اللي غا نخلي فيه جزء التاني نغل الفوعلي طبعا بالبلاستيك باش ميديرش نقشرة من الوجه وناخده الجزء اللي غا نديرو به الحلو هو اللي نبدا به لما تبرد لنا الحشوة كناخد العجين وكنقسم الكورايات اللي كيكونوا صغير ورين الحجم را كيبقى لكم على حسب الرغبة ديالكم انا درتهم بدل حجم هذا ودي مرشو يديكم غير شوية بطقيق لان العجين عندنا خفيفة لا نديروش الزيت حيث الزيت ما كيخلناش نشكله العجينة كيفما بغيناها ولكن إلا كتوغ الدهن وبزيت ديرو غير دهنة اللي هي خفيفة يعني ما نكتوش من بعد ما كنشكلهم على شكل كورايات كنبدأ بأول كورة كنغر شوية بالدقيق وكنبدأ كنطلقها بشكل اللي هو مستطيل طبعا العجينة اللي كانت مرخوفة ممكن تشكلها غير بالعيدان ديركم تقرصوها أنا ما خليش الصراحة ترخف يعني مباشرة بديتك نخدم بها أعطيتها الطول كسر من العرض بشكل مستطيل وكندهن تحت منها بشوية دقيق كناخد المربة اي مربة متوفرة لكم وممكن طبعا تديرو الكرام باتيسير يعني الى حضرتوها ممكن تديروه حتى هيك جرائع بزاف هذا الفتائر هنا رشيت شوية ديالشوكولة حبيبات ممكن تديرو غير شوكولة عادية عندكم تقطعوها ووضفوها في الداخل يعني الداخل تديرو زبيب اللي عندك في الدار من المكسرات ممكن تضيفه كلف حتى الطرف ومن بعد نقسم القسمين وكندفرها بهذا الشكل هذا من بعد ناخدها على هات الشكل ونديلها في حل محنشة غير كنمددها واحد شوية باش نعطيها الطول ونديلها في حل محنشة هذه النهاية كنديرها من الاسفل ونضع هكا ومن بعد ما نحتها قد نوريكم كنضغط عليها واحد شوية ومن بعد قد نوريكم كيفاش كنضغط عليها مزيان كامل بحل الشغل الشناك كيجو هاد الفطائر هادو وخما فيهمش الزبدة كتجي فيهم هذه الريحة ديال الشناك وكيجو ساهلين بزاف وبنسبة لهذا المربا هو اللي كيخليوهم يجو مورقين من الداخل غادينا نعود نكرر معاكم ديما كنطلقوه بالطول كتر من العرض كندهنو بالمربا السائلة كنرشو الحبيبات ديال الشوكولة وهذا غير اقتراح اي حاجة عندكم في الحشو ممكن تديروها وكلفوه حتى الطرف الاخير من بعد مما كلف حتى الطرف الاخير كنقسم هالقسمين كنخلي ديال بداية متاصلة باش ملين بغين ندفرها جيني ساهلة وسكين دوزوه في الضقيق وكنا نبدأ ندفرهم على بعدياتهم بعد الشكل هاد حتى الاخير كنتبت العجينة وكنا نلويها في حالشي محنشة وديما نتب ان نعطوها الطول كنوضعهم في الصيني ديال الفرن وحاولوا تديروهم متباعدين لانهم غادي يختامروا وكن نضغط عليهم بات الشكل هاد يلا الشو يديكم كتلسق لكم في المربة دوزوها شوية في الماء غادي نضغط عليهم كاملين ونكمل الكيمية ديالي كلها من بعد كناخد دقيق كناخد شي قار ديال كأس ولا غادت لك في حالكة كندوزوه في الدقيق وكندن دير حفرة في الوسط هذيك الحفرة غادي نعمرها كيف غا تشوفوا فبهذا الطريقة هذي هذي الفطائر مني كتدوخهم ما كتقولش راه هما من نفس العازين يعني كدوزوهم الحلاوة والخلين كدوزوهم ما الحين حيث تدرنا غير معلقة واحدة ديال السكر فهذا المربة اللي ضفنا هو اللي غا اعطينا لها الحلاوة هنا خليتهم اختامروا غير على مسخلية الفران ودهنتهم بالبيض مخلوط مع الحليب كندهن غير الجوانب والبلاسة اللي قدرت فيها المربة في الوسط من بعدها ندخلهم الفران بالنسبة الفران ديال الغاز فطائبهم على نار اللي متوسط على النار غير من الاسفل ديالهم حتى كنجي فيهم تحميرها من الجنة بعد باش كتطيبهم الاعلى في حل القرص الفران ديال الغاز ديال الكهرباء فانا درشو يسخن كيف كتشوفوا معايا مسبقا ومن بعد درشو يسخن على 180 هون بعد خدمت المرواحة والاعلى والاسفل ودخلتهم بالنسبة للناس اللي ما عندهمش المرواحة فغاتخدموا غير الأعلى والاسفل وطيبهم وديما كنطيبهم في الرف اللي كيكون بعيد على الاعلى غادي ندخلهم الفر انا وريتكم عن بعد باش يبليكم وغادي ندوز نحضر الفطائر بالنسبة الفطائر كنقسم العجين انا كبرت هنا الكورايات على الاول وانتوما كيف كنقول لكم ارى الحجم كيف قاليكم على حسب الرغبة ديما السعانة بالدقيق كناخدوا اول كورا والسعانة طبعا بالدقيق غادي نطلقها بالنسبة الشكل يعني غادي نطلقها على شكل اللي هو مستطيل ومن بعد ما كنطلقها على شكل مستطيل كنديرو الحشو في الوسط وكنطويوها وحالا غادي نطويو الطاكوس غير ادي مجنة بحاولوا تركزوا عليهم يكونوا رقاق باش ميجيونش لعجينة جينا غلايدة في الوسط انا قدرت الحشو وزيت شوية دي الجبن لان الوليدات ديالي كيبغيه ولكن هذا غير اختياري وحوش وارس تدخوني رها كجيبنينة وخب السيطة يعني فغير ذيك البطاطا والطون ومع الفلافل ورا كجيبنينة 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 غير جربوها على حساب سوف نسدهم بهالطريقة هادي وديما كنضغط على دي كل جوانب هما الاخيرين وكنتبتها كتجي شكل دياله في حش شكل ديال الطاكوس كتجي على شكل مستطيل غادي نوضعهم في السني ديال فرن وغا نوريكم من زاوية اخرى ديما كنتلقوه بالطول ومن بعد ما كنتلقوه بالطول ديما بالسعانة سوف ندير الحشو في الواسط ونسدو عليه بهالشكل هذا طبعا كيف كنت لكم انا شو حدي ندرت فيهم الجبن وشو حدي الله على حسب الرغبة ديالكم نسدوه بهالشكل هذا نسدوه العجينة على العجينة حتى نقفلوها ومن بعد كنمدوه دوك الأطراف ونحاولو الواسط ما نديروه شرقيق باش ميترتقش لنا في الفران هادي نشكلهم كاملين وندخلهم حتى هما الفران قبل ما ندخلهم ضروري من زينوهم سوف نبقى على حسب الرغبة ندهنتهم بالبيض مع الحليب ونرشهم من الأعلى بزنجلان كحل وزنجلان بيض المهم سوف نبقى اختياري وبالنسبة للكمية فانا درش كمية هنا وحاولت ان انا ما لاسقهمش حتى باش يلا دخلوا الفران ما يتلاسقوش ودرت كمية أخرى في سينية أخرى يعني هاد العجين اللي اعطيتكم لا يخرج كمية اللي هي كبيرة طبعا غنطيبوهم بنفس الطريقة اللي طيبنا عليها الفطائر الأولى ندوز الكاكة الماء فهنا يمكنك تكسو نص الماء عادي اضفت عليهم نسكة زائد غر مع القوحدة اضفت كيس السكر فاني طبعا ممكن تنكهو بالقهوة او اي نكهة تبغيوها وقرصة الملح كان خلطه مزيان وممكن تستخدمه الميكسر او الخلط العاصر تحنو في هاد مكونات من بعد نضيفه نسكة الزيت ونستمر في الخفق ونضيفه نسكة لإضافة النواشف نضيف كأسين من دقيق ما يعادل ٢٠ جرام يعني كل كأس كيوز ١٠ جرام ومن بعد نضيفه ومن بعد نضيفه نضيفه طريقة تحضر هذه الكاكهة سريعة ويأتي خفيف وعودة اذا ادرش في بلس زيت الزبدة اضفت هنا ملعقة من كاكو وكيسين من خميرات الحلويات من فئة ٧ أو ٨ نضيفه نضيفه ونضيفه حتى نحصل على واحد الخالات لكي يأتي من ساجم ويأتي قليلا على الخالات الكاك العادي ويأتي خفيف ويأتي طالع بالنسبة للساعات الكأس هي ٢٠ ملي ولكن لا يمكنك تخدمه بأي كأس من بعد نضيفه ملعقة أو العسار الحامض فاينتو فرش لكم الخال كيف مدرس انا كندخلها في الخالات مزيان سأجب قالب انا هاد القالب لي خدمت به القطر دي الـ ٢١ سنتيم إلا بغيشو تديرها في قطر دي الـ ٢٤ و ٢١ حاولو انكم تضعفو المقادر بجيكم طالعه بزاف سنفرغ في الخالات ودخلها الطيب على ١٨ دراجة من الأفضل الفران ما يكون سخون بزاف فانا كتفوه تشكت لي حيث الفرن ما شاء الله كان طيبت فيه بزاف فكان سخون خليه يبرد شوية عربة طيبها فيه باش مجيكمش مشقة انا قلبتها على الجهة الاخرى وعلى الجهة دي هي غدي نقدمها وهي سخونة كنجيب القهوة اللي كتكون باردة طبعا انا اخديت غير ملعقة دي القهوة سراعة دوابن خلطتها مع الماء وكنسقي بها الكيك دي خطوة اختيارية كيك ما شاء الله هرا كيجي اصلا هو راسه خفيف وكيجي بزاف انا اخديت 18 قطعة شوكولات شوكولات دي القهوة كيف تشوفوا معي اللي كان خدموه بها الربعة دريال يعني رخيصة غادي ندير 18 حبة ندوبهم على نار اللي هي مهيلة ومن بعد ضفت لهم 1-4 كاس ديال الحليب إذا كان الحليب بارد حاولوا انكم تسخنوا وعد باش تضيفوه وكننا نغلف بها الكيك كسوس من الخارج طبعا سبق لي ودرت معاكم بزاف ديال اللي سوس ولكن في هذا الفيديو هذا حاولت اني نلعب على الوصفات يكونوا اقتصاديين وعلاقة تجيب برا الله يحسن العوانات الشي اللي كان عيشو هاد الايام ديال الغلاء را ما نعودش ليكم لا يلطف بينه وصافي مواما زيين تهم الفقف شوية ديال شوكولات محكوك الجواني بدرت لها شوية الفرميسيل والأعلى درت شوية ديال فرمبوز اللي عندك فدر غا تزيني به المهم ان نفرحو الأسر ديالنا ونحاولو نقدمو لهم دك الشي اللي نقدرو عليه حتى ان شاء الله تدو زاد الأزمة ويلطف بين الله يا ربي يلعز بكم بحلال الفيديوهات خليوها ليفت تعليقات كان حبكم القلب وكنسكركم دائما على الدعم ديركم على تعليقاتكم التي تفرحني بزاف بزاف خليتليكم الراحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر